شهادنا في الفيديو السابق كيف حولنا نفهم أو كيف سطعنا نفهم المشكلة أو السؤال اللي أعطي لنا من خلال عمل ما يسمى من خلال عمل example أو سمينا حنا scenario أو سيناريو أو تقدر تقول تسميه sample dialog مثلا sample dialog وهو والمقصود فيه عبارة عن المحادثة أو التفاعل اللي راح يكون بين المستخدم للبرنامج وبين البرنامج نفسه لاحظ طبعا ملاحظة مهمة جدا وهو أنه في البرنامج نفسه ما قال لنا أنه يجب أنك تحسب العدد النقود المعدنية بحيث أنك تحصل على أقل عدد من النقود المعدنية لكن هذا فعليا هو المطلوب في بعض الأحيان يكون برنامج ما يوضح لك بعض الأشياء المطلوبة بشكل عام في السوفتوير في بعض الأشياء المطلوبة تتضح لك فيما بعد زي لما تجي تحاول فآلة الصرف للنقود المعدنية هذه طبعا المقصود منها أو الفائدة منها أنها تأخذ منك عدد كبير من النقود وهذا تعطيك أقل عدد من النقود بحيث أن نتقسمها لأكبر قطعة بعدين اللي بعدها حتى تصل لأصغر قطعة زي فهذا على رغم أنه غائب لكننا فعليا طبقناه لأنه شيء نستنتجه من المشكلة بدون أنه أحد يخبرنا عنه طيب الآن خلصنا خطوة الأولى خلونا نحط هنا خطوة رقم واحد وهي Sample Dialog أو Sample Scenario الخطوة اللي بعدها الآن هي أننا نبدأ بتصميم ما يسمى بخوارزمية البرنامج طبعا ممكن واحد يقول أنا والله بروح أكتب البرنامج مباشرة والله ممكن صحيح فعلا يعني أنك تروح تكتب البرنامج هذا مباشرة وكيكون الشخص عنده قدرة يعني أقلية هذا لكن أنا أفضل أنك بالعكس صمم أول الخوارزمية حقك البرنامج حاول تكتب الخوارزمية على ورق حاول تكتب البرنامج بشكل بسيط على ورق زي ما رأينا نشوف الآن بعد كذا رح أكتب البرنامج الشي اسمه فيه الكمبيوتر طيب وشنا هي نكتب الآن كيف يسوي وش معنى أنه نكتب الخوارزمية طبعا تكتب الخوارزمية معناها تكتب الخطوات اللي راح يسويها الكمبيوتر زين كانك تكتب التعليمات اللي راح تعطيها الكمبيوتر لكنك تكتبها بلغتك أنت وليس بلغة بلغة الجافة مضبوط حيث أنه تسهل عليك طيب خلونا نكتب التعليمات هذه بسم الله مثلا البرنامج أول ما يبدأ البرنامج راح يسوي البرنامج أول شي راح يسوي أنه نقول حطها بصيغة أمر اقرأ عدد الهلل المضبوط اللي المدخل يعني من المستخدم وضع القيمة وضع القيمة في الـ variable اللي سميناه amount هذه أول خطوة راح يسويها البرنامج زين راح نقرأ الخطوة اللي بعدها مضبوط هي إننا نحسب عدد القطع نصف ريال نصف ريال زين أو من حجم نصف ريال إذن أحسن الخطوة اللي بعدها الثانية أحسب عدد القطع نصف ريال اللي هي حافز ممكنك تحط هنا ملاحظة كده صغيرة مثلا تقول صفر واحد يعني إما أن يكون ما عندنا ولا قطعة أو يكون عندنا قطعة واحدة هذا هو الحد الأقصى الخطوة اللي بعدها واضح جدا طبعا بعد ما نحسب عدد قطع نصف ريال ونقول أنه نعدل لا تنسى طبعا نعدل قيمة amount amount بعد خصم الأنصف تمام فبعد ما نخصم بعد ما نخصم كم نص هنا مثلا نعطانا نص واحد فنعدل قيمة amount بعد ما نخصم هناك كان 77 لما خصمنا صار بقالنا 27 تمام الخطوة الرابعة احسب عدد الأرباع نسميها الأرباع زين لكوارترز زين نحسب عدد الكوارترز برضو هنا لاحظوا أنه رح يكون عندنا إما أنه صفر أو واحد كوارتر أو أو ما يكون عندنا كوارترز مثلا لو دخلك مثلا 51 رح يروح نص ريال ويبقى لك هالا لوحد ما في كوارترز زين الخطوة الخامسة نقول عدل قيمة amount عدل قيمة amount بعد خصم الأرباع طبعا أنتم ممكن تكون الحين مومن لا خلاص يلا خلنبدأ بالبرنامج نصيحة اكتب كامل هذه الخطوات صدقين ما تيجي تكتب البرنامج خصوصا كمبرمج مبتدأ تبدأ تتلخبط وكذا لأنك أصلا إلى الآن ما تعود تكتب جابه ما تعود على القرمر حق الجافة ما تعود على القرمر حق الجافة وكذا لأنك أفضل أنك تكتب اللوجيك تكتب نسميه الالغورثم أنا نسيت أكتب الكلمة هنا نسميه هنا نسميه هنا algorithm زين algorithm أو الخوارزمية الخوارزمية للبرنامج زين مهم جدا أنك تكتب الآلغورثم حق البرنامج طيب إذا نكمل هنا الخطوة الخطوة الخامسة الخطوة السادسة أنه عدل قيمة amount بعد خصم الأربع عدل قيمة أو عفوا نكتبنا هنا عدل قيمة amount بعد خصم الأربع فإذن الخطوة السادسة هي أحسب عدد القروش أحسب عدد القروش اللي هي العشرة هاللات زين سمينا variable وحلو أنك تحط هنا variable اللي أنت وغل تعدل فيه الخطوة السابعة أنك عدل أو نقول هنا عدل قيمة amount بعد حساب حساب الشسم بعد خصم القروش ثم أخيراً خطوة ثامنة مضبوط القيمة المتبقية هي عدد القيمة المتبقية أو خل القيمة المتبقية هي عدد الشسم هي عدد هاللات طبعاً خلاص انتهينا فنقول هنا أطبع أطبع عدد أو قيمة كل كل المتغيرات السابقة أطبع قيم المتغيرات السابقة بالإضافة 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 لأمانت estratégية طيب السؤال الآن هلis ناقصة هلخنا بنRad الآن قيمة القيمة الأنصاف والأرباع هذه برضو نبغى نطبع القيمة الأصلية فنكتب اطبع قيمة متغيرات سابقة بالإضافة إلى amount لما تطبع amount الآن راح يكون فيها قيمة الهلل وليست القيمة الأصلية هذه مشكلة طبعا القيمة الأصلية راحت قيمة الأصلية كانت موجودة في amount هنا لكنها تغيرت الآن عدلنا قيمة amount كذا مرة فهنا راح قيمة الأصلية إذن ممكن أن نحن نحط هنا حل نقول اقرأ عدد الهلل وضع القيمة في amount و وفي ضع القيمة في amount وفي original amount و original هذا variable ثاني original amount تمام إذن هنا كل بساطة نقول اطبع قيمة متغيرة سابقة والإضافة إلى amount وoriginal amount original amount زين بالطريقة هذه نكون طبعنا كامل المطلوب مننا زين زين ما هو موجود عندنا هنا في المثال مضبوط لاحظنا المثال قال نجينا نطبع عدد نصف ريال عدد ربع ريال وعدد القروش وعدد الهللات مضبوط راح نطبع هذه الأشياء كلها بالإضافة إلى طباعة القيمة الأصلية كذا نكون خلصنا من الالغوريثم ورجعنا الالغوريثم وعدنا عليه تعديل بسيط الآن طبعا يبيننا في الدرس القادم إن شاء الله راح نفصل زيادة في الخوارزمية حتى نحولها إلى شيء قريب جدا من كود الجافة لأن طبعا الجافة ما تكتب حسب عدد القطع وكذا كيف نحول الشيء هذا الشيء قريب جدا من كود الجافة هذا الشيء اللي نسألون راح نشوف إن شاء الله في الدرس القادم